الحمد لله رب العالمين والسلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحبه ومن والاه لباله ليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لحلقات حلقات العقم خمسينة كفال حمساتة الحلقات اللي هيني دي مرحلتنا عز ناي إسلام دي بلد تاقي تاقي المي كل قوتنا فالأسلمو حقو أبو بكر أقبالا مننا سفروا لقل يكس لحد دعلا دي بلها فتات لكما بينا دي بحلقات لحلفت لكن يوم باختصار إسلام حمزة بن عبد المنطلب أسد الله دي بقن التاقي تكفى أسلمة وميت وسبب إسلام ماي حمزة دي بقن التاقي تاقي لتاريخ مشرف ناي مسلمين وأسود ناي إسلام وفراس وأبطال ناي إسلام تاريخنا بلن أفتخر لتاريخ بليته نعم إسلام حمزة رضي الله عنه أما إسلام حمزة فسببه أن أبا جهل مر يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم هو عند الصفاة فنال منه وأذاه ويقال إنه ضربه بحجر في رأسه صلى الله عليه وسلم فشجه ونزف منه الدم ثم انصرف إلى نادي قريش عند الكعبة وجلس معهم وكانت مولاة وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان تنظر ما حدث من مسكن لها على الصفاة وبعد قليل أقبل حمزة من الصيد متوشحا قوسه فأخبرته الخبر فخرج حمزة يسعى حتى قام على أبي جهل وقال يا مصفر أستهى تشتم ابن أخي وعنى على دينه ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة وثار الحيان بن مخزوم وبن هاشم فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة أي حمزة كنيته هي أو عمارة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا وكان إسلام حمزة أنا فا كأن اللسان قد سبق إليه دون قصد ثم شرح الله صدره للإسلام وكان أعزفة في قريش وأقواهم شكيمة حتى سمي أصد الله أسلم في ذي الحجة سنة ستة من النبوة هذا حمزة بن عبد المنطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أما إسلام حمزة لسبب لنا يكفأ أسلم من أمبل حمزة بن عبد المنطلب كفأ أسلم حتى معيل النبي صلى الله عليه وسلم ديب أركعبا عندن تو ديب ماكا ديبا كعبا عندن تو أبو جهال مطا وإقل النبي صلى الله عليه وسلم تعايريو ولد بهالكم سليو كمان بمناي لك فيو ودابطيو بعنقلو وأدمائي فقر من النبي صلى الله عليه وسلم واندا دابطيو ودو مند قاتطرمون من النبي صلى الله عليه وسلم واندا تعايرو جيسا كبا قريش لقصيام لعلو حوض الكعباكم قصة ومننا السفا مننا الجبال السفا ديبال هالليت بيتوم حتى أمت أو مولات يقل عبدالله بن جدعان آآ علت ولما وقفت رئيه علت وبا انتها تأمل الحسنة لا تتفرج علت تتعرف علت ودي بقل لي وقت اللي من السفا مننا دابر من كان الحسنة لا كله ترييه علت تصور علت يعني تصوره برأيتها يعني لما وقف كله رأيته وبعد شويه يعني يقل لبخت حمزة بن عبدال بن ضالب لقص لنا يندر أفع آآ 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 لنبل ولو قوناتو والحربا وقال لي قليل وقاص لبا سك آآ نعيو أقل جايس علاق لتنعي غل سيد جايس علاق لقل إنسا وآآ آآ آآ لخبر اصالتو يوم كمسأل لحصل وقال لي وقال لي حصل واقع لي حصل وأبو جهل يقل النبي صلى الله عليه وسلم أقولوا يقل وضحوك كمسألن لوادي تعاير أيووو ضبط أيوو وسك دم اترامنو كمسأل ل對 김�око لا خبر اصالتو لا حصل على كل اصالتو آآآآ حمزة يسعى حتى قام على أبو جهل أولا حمزة باو اندلس عند الهير بحفارات أشافك انتو بغيد يعني اندلس عمعت أه وأبو جهل دي بباطحة قتع عيريو انت ودحوية تتععير وأنا دي بجينو اندهر ليكو بيليو كبقوص دابطيو وشجيو فعلا جرحيو كما ودم أفقر منو ولكل قوت حي لكن قوت ديجيو وقوت لحي قبرات حي اللي علو دي بحيد قانطو ومشكلة فنجيهم قانطاتو هجيا وطبع طبعو قل بأسوك الحرب بنو مخزوم اللهم جماعة أبو جهل وابنو هاشم اللهم جماعة النبي وجماعة حمزة وكم سألك اندي وحدكم سالقانطو أبو جهل بيلا دعو أبا عمارة ادمو منو لابا عمارة وتكون نيتنا يا حمزاتا بأنا قل وضحوه تعايركو وسببكو ادمو منو بيلا وقبل لا مشاكل ونجيلك أحياء وكلادك قلق اللي كبالة حتى لا حاسل اللي علوه ولا طبعات أبو حتى يحصل وحمزة بنو مطلق ومسأل المرباد ناي النبي صلى الله عليه وسلم وقل أبو الهرب تعايره وذات أيكم ما ودحوه لواده وانا ديب دينو انده اللي كباليو لكن الاسلام ناي حمزة بإزة وبقيرات وعلا تندي وعلا تندي وكوني بإيماني على ولا لسانو لا قصدو البادرة وحر يعني ربي سبحانه وتعالى لا نحرو ولا لبو ديب أقل الأشرام الشرحيو وديب اسلام فتحيو اسلام فتا والاسلام ما كان منو وإيمان ديب لبو ساكن أقلو وإيمان ديب لبو تكرقلو وكان عز فتا في قريش يعني في قريش فهرس اللي ترقيه وشاب مندلاي شو نقول ساني اللي ترقيه على وأقواهم الشاكيمة فهرس على وبعالقات على وفتوي على وترود على ولتفره ولتفت على وكلمت على تقلو أكان على تقلو سكما أسد الله سمو حتى سمي أسد الله سامي المعلو سك في فارس وحاطر على حمزة ابن عبد المنطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم والاسلام هيني ديب شهر زلحجة سنة السادسة من النبوة النبي صلى الله عليه وسلم نبي اندقى بقى بساد السنة أسلم حمزة ابن عبد المنطلب وهربنا في رسالنا تاريخ الإسلام فرسال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعموته حمزة ابن عبد المنطلب ديب حد الأستشهداء وسيرتهم كنت أدم مطانا أدي سيرة حلقة حلقة واحد وخمسين إسلامنا عمر بن خطاب ديبا تاكونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر